عايز اقول بعض الاخبار ابدأ من الاهلي وعايز بس جمهور الاهلي يستوعب ان النادي بتاعه دلوقتي عنده ازمة وما يبقاش عامل زي الدبه اللي بتقتل صاحبها لازم جمهور الاهلي يبقى فاهم كده ما يبقاش عامل زي الدبه اللي بتقتل صاحبها واللي يبقى اساسا عندهم مشكلة وعندهم فقدانة في الثقة والروح منعدمة حتى المدرب عنده مشكلة فلازم جمهور الاهلي يلتف بعيد عن اي صغائر اي صغائر وتغذية مش سليمة بتجيلهم من اي حتى عايز اقول ان سوارش السؤل عن كهرباء وكهرباء يعني الحقيقة بقى عنده سيرة مش لطيفة يعني بعد الناس بتقول له سوصدم بموسماني وحصل صدام كذا وحصل صدام مع بعض اللعيبة وحصل صدام معرفش ايه واتغرم ايه وحصل ايه وحصل ايه وحصل ايه خوفوا الراجل منه لدرجة انه لما تسأل عن كهرباء بقى لك انه مش عايزه الموسم الجاي فبدأ النادي يفكر في فكرة اعارته لنادي تاني لمدة موسم ويزود موسم في عقده وان الاعارة دي ممكن تصب في المقابل بتاعها في صالح فكرة الغرامة اللي على كهرباء اللي هو 2 مليون و400 الف دولار على كهرباء الصالح نادي الزمالك برس التاوي اللي غارت انا معرفش يعني ايه لعيب يبقى متأثر نفسينا عشان مدرب يمشي يعني لعيب ييجي يلعب في فرقة محترف المفترض انه محترف مش عند المدير الفني اي مدير فني في اي نادي في العالم ممكن يمشي بعد ماتش بعد اتنين بعد موسم بعد اتنين الله اعلم يعني كرة كده فهم متغيرت كتير لكن دي لعيب المحترف ده لعيب مرتبط بعقد لازم يقدم كل اللي عنده برس تاوي مشكلة في النادي الاهلي وقعده في النادي الاهلي وقامر توفيق قعد معاه في النادي الاهلي وقال له يا ابني يعني بلازم تدي هرب تدي نعمل غرامات مالية هو جاهز تبين لكن هو مش لائق نفسيا انا مش فاهمه متأثر جدا من ساعة ما مشي بيتسو موسيماني بدرجة انه قال له لو عندك عرض هاتو اتكل على الله لكن لغاية ما العرض ييجي ولغاية ما تتكل على الله لازم تدي المتشاط المتبقية مع النادي الاهلي كابت المحمود الخطيب طلب من الجهاز الاداري كابت السادة عم حفيزه ان يرفع غرامات اي حاجة بقى يعني صهر دلع خسارة كل الكلام ده وان الغرامات ده ممكن توصل من 250 ل 500 الف جنيه يعني هيك اقصى حاجة فيها 50 الف جنيه ممكن توصل لأضعاف هذا المبلغ في الزمالك فيه كلام ان جنش راجع اللي حارس مرمى فيوتشر فيه كلام كده ان الزمالك بسام فلوس كتير انه فيه مثلا محمود جاد لسه حتى لو انا عايز يحترف برا البلعوطي بتقال 20 مليون جنيه عايزهم نادي امبي فالمنع ان يرجع جنش يبقى موجود مع عواد مع ناديم اللي هو الحارس الاحتياط او اللي هم الشباب الصغار اللي موجودين ففيه كلام دلوقتي مع جنش انه يرجع تاني نادي الزمالك في الوقت ان محمد صبحي فرقه وصلوله بتاع فرقه وصلوله المعارل فرقه وانه هو حاطت شروط تعجزية عشان يرجع ايه شروط تعجزية اولا انه يلعب اساسي مش حاجة اسمية كده في الكورة يعني مع تقلق عواد كمان صعب جدا انه يرجع اساسي ونتحط في الفئة الاولى في المرتب وا 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 فالزمالك قال له ايه شكرا مش عايزين النهاردة اه الزمالك كمان بيضغط على امبي في الصفقة بتاعة ايبوكا المهاجم وان امبي طالب اثنين مليون دولار وده رقم كبير جدا فالزمالك ببعت ميسج اللي ادارة امبي ان الراجل بقله موسم يعني انا اقدر امضيه في يناير الجاه ويبقى بقله ستة شور يجيب بلاش هل هتخلص بالمليون دولار اللي اتعرضه ولا مش هتخلص هتشوف امبي هيقدر يعمل ايه في القصة دي خلال الفترة الجاية حتى الان لسه في كلام على اشرف بن شرقي لانه هو ما حسامش ولا اعلن هو رايح فين واجهته الجاية ايه لغاية دلوقت اشرف بن شرقي ما قال لناشه ما قالش للاعلام وما قالش لحد هو رايح فين في كلام ان الزمالك وصل عرضه انه يرجع تاني للزمالك لأشرف بن شرقي مليون وسبعمت الف دولار برهم اتزع عرض اتنين مليون دولار خد بالك وانا ما عرفش برهم اتزع عنده رمضان صبح في الحتة دي هالاشرف بن شرقي عيجي يعمل ايه برضو او الا لو رمضان ناول الفترة جاية احترف بر مصر كمان العرض الاهل ليه مليون و تلتمائة الف دولار زائد بونس معين مع الفوز بالبطولات وبيبعدوا انه بالفوز بالبطولات يوصل لتنين مليون دولار في الموسم الواحد لكن هو اللعب مش موافق على الكلام ده عايز ياخد رقم كبير كعقد مش كبونس يعني في الولد اللي هو المهاجم بتاعنا صلاح باشا ده ولا صلاح مصطفى باشا اللي هو لعب محترف في اودينيزي في ايطاليا اللي هو مقدم مستوى كواس جدا مع منتخب الشباب وحصل اتصالات بين فيتوريا وبين المدير الفني كابتن محمود جابر ومرشحه في فيتوريا وشايف انه حيبالي مستقبل مهم جدا مع منتخب مصر خلال الفترة الجاية ربطة الاندية بلغت اتحاد الكورة ان الدور الجاي لازم يبقى دوري فاصل يعني دوري من دور واحد مفوش هزار وبدأت الكلم مع اتحاد الكورة انه هيرجع للرعاية وشركات الرعية يشوف ازاي يحل المشكلة دي لان الشركة الرعية شارية الحقوق وفق انهم 34 اسبوع دوري من دورين وبايع للشركات هذا الكلام فيلا نقعد كلنا ده اللي بتقوله ربطة الاندية يلا نقعد كلنا عشان نشوف ازاي نعمل دوري تستطيع الكورة المصرية انها تستعيد تاني قوتها من خلاله لان السنة اللي شوفنا حتى مناكس على المنتخب فكرة الدوري الطويل والنهايته في شهر 8 او شهر 9 له تأثير سلبي جدا على المنتخب المصري اعيز اعلكو كمان انه الاتحدة بمباراة السوبر المصري السعودي على الاستاد اللي هاستطيف نهائي كسر العالم في قطر يوم 9 سبتمبر الجاي يعني الشهر الجاي النهاردة 1 8 او 2 8 نهاردة كم النهاردة 2 8 خلاص الساعة عدة 12 يعني 1 8 من قبل 12 فانت بتتكلم ان الهلال السعودي بطل الدوري السعودي مع بطل الدوري المصري وحتى الان وفق الجدول هيكون مع نادي الزمالك في قطر يوم 9 سبتمبر المقبل ده هولستاد اللي هيستضيف هذه المباراة الكابتن جمال علام رئيس اتحاد الكورة بيعد منتخب الشباب بمبكافئات عالية جدا وغير مسبوقة وتكريم لو قدر ان هو يفوز بكاسر العرب طبعا احنا مستفيدين حاجة لو كسب كاسر العرب قالك لا بس الجمال علام اللي وجد نظر انا شاف انها تحترم ان انت بتعود اللعيب بتاعك من نشأته من هو في مرحلة الشباب بالفوز بالبطلات وده مسألها تبقى مهمة جدا طبعا حصل لغط على فكرة الحاكم اليوناني وانه من نفس جنسية تاكينس جونيال نهاردة شفنا الحاكم فير جدا الحقيقة يعني ما شفناش اي مشاكل تحكمية فيش حاجة تصيب لغط او حاجة ظلمت الزمالي خالص خلال المباراة واتحد الكورة حتى قالك اللي رشح لنا هذا الطاقم كيلاتنبرج الرجل الانجليزي اللي هتولى التحكيم مع بداية المسلم القادم وقال انه ابلغهم انه وثق جدا في هذا الطاقم التحكيم وبالفعل ظهر بمستوى جيد جدا في مباراة النهاردة